السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد تيمات من جروب بوكيمون التنافسي او سيرفر ديسكورد حق بوكيمون اللي موجود لانشأ اخونا عمر و اخونا عبدالله طيب اليوم راح نتكلم عن الالعاب الاصلية كيف الواحد لما يبغي يروح يشتري مثلا من اي باي او من امازون او شيء عل كل مو اتحدثم عمكم بوكيمون عن جن ثري اتكلم عن اول انعاب بوكيمون جن ثري اللي نزلت في 2002 اللي هي روبي وس겠어 روبي وسbauير اصلية الصلاح عمل بوكه كيف نعرف الالعاب الاصلية والحتكلم عن اللي نزلت في 2004 اللي هي لطول وهو Rideimon Emerald روا Haydar N 교ip 10 Ride reunion امرالد اللي هو الريميك حق جينيريشن ون اللي هو البوكيمون ليف جرين وبوكيمون فاير ريد كيف اعرف الالعاب الاصلية وكيف لم يشتريها من ايباي مثلا عشان ايش ما حدلحك عليه من البيعين طيب اول شي الالعاب هذي لما نشوفها مثلا بوكيمون روبي هتكون ميتاليك الاستيكر حقها يكون نظيف يكون ميتاليك ولما نفتح الفلاش هنا واللمبة عليها يمكن هو مصور لكم صور راقبوا كل الصور اطلبوا صور زيادة من البائعين قبل لا تشتروا لاحظوا علامة سيل لونها ذهبي ويكون عليها سيل لونها ذهبي ليس لونها براونيش براونيش دارك براون لا ذهبي اوكي اعلامة الاسربي الامريكية طبعا هذي لعبة امريكية تستخدم الاسربي اي فور افريون يكون اي هذي شكلها بولد شكلها كبير وثيك وثخين وبولد ونفس الاستيكر تحس هاي كواليتي متاليك استيكر كذا يعني تحس معدني الاستيكر هذا اوكي لما نقفل اللمبة نرجع نقفل اللمبة مرة ثانية عشان نشوف نلاحظ مكتوب عندنا هنا فاكتوري امبرنت او طبعة من المصنع على الاستيكر تدل انه هذي اللعبة اصلية اوكي لاحظ هنا مكتوب اي فور وفوق مكتوب لو فتحنا بعد الفلاش مرة ثانية نشوف مكتوب تقريبا يعني انت تشوف الفاكتور امبرنت وستعرف انه هذي اللعبة اصلية في كل الالعاب لو تلاحظ نشوف الميتاليك وعلامة ننتندو ذهبية ما هي دارك براون وموجود عندنا فاكتور امبرنت احيانا يكون مخفي اذا كان في وير ولي صار كذا شكله متاليك اصلي والإي بولد وعلامة ننتندو ما فيها اي مشكلة لاحظوا علامة ننتندو اداما الان اي تكون مشبوكة في النقطة لكن هنا النقطة مثل ما نشوف مرة واضحة حتى من ورا لو تلاحظون اللعاب الاصلية دائما يكون فيها المربع هذا فيه مربع ذهبي يكون موجود في الزاوية ممكن واضح هنا معنا في بوكيمون سفاير هتلقونا بعد هنا موجود في هذا المربع الذهبي شوف أنا سلط على اللمبة حتى لو نشلت اللمبة شوف لاحظوا مربع الذهبي هذا اللي في الزاوية في كل العاب بوكيمون ما مربع ذهبي هذا موجود في كل العاب بوكيمون ناخذ مثلا بوكيمون اميرالد لاحظوا مربع الذهبي هذا هذا يدل ان اللعبة 100% اصلية لو لقيتوا نقاط كثير وما في المربع الذهبي هذا معنا ان اللعبة مهن اصلية لاحظوا الكارتريج من ورا اللي هي الاسنان الذهبية حق الكارتريج ظاهرة من خلف الغلاف موجودة تحت كل الاسنان هذه حق الذهبية موجودة ايضا هنا اثنان موجودة موجودة تحت وفي ثلاث نقاط دائرية هنا نتكلم عن العاب بوكيمون سفاير بوكيمون روبي وبوكيمون اميرالد شايفين الثلاث نقاط هذه والعلامة الذهبية المربع هذا الريكتانجل ما في اي طلقات رصاص على قول هم هنا حوريكم بعدين صور في السيربر عن العاب تقليد الريكتانجل نفس الكارتريج الذهبية من تحت واضحة وهنا ايضا نفس الشي تلاقيه واضحة طبعا اكثر شي واضح بوكيمون اميرالد ما شاء الله يعني مرة شفاف نفس الغلاف لعبة أو الكيس طيب علامة بوكيمون اميرالد ستجدها مكتوبة فوق السيل وكواليتي ستجده ذهبي يلمع كل شي متاليك ويعكس وعاكس ايضا الفاكتور اميرالد نسينا نشوفه في بوكيمون اميرالد هنا طبعا بوكيمون اميرالد اللي يميز لما تجي تحركها تلاقي فيها علامة زبرقة كأنها جوهرة هذا فقط في بوكيمون اميرالد هذه النسخة الامريكية للعبة وهذه النسخة الاوروبية للعبة طبعا هذه بوكيمون نسخة اسبانية اوروبية اصلية موجود الفاكتوري امبرنت مثل ما نرى هنا الفاكتوري الطبعة حق المصنع في الارقام اللي على الاستيكر علامة السي اي موجودة هنا الامريكية ستطلق هنا في اليمين علامة نينتندو سيل اف كواليتي والسيل اف كواليتي الاوروبية موجودة في اليسار هنا تلقاها بهذا الشكل طيب دائرية ومكتوب عليها نينتندو سيل اف كواليتي علامة نينتندو ما فيها الآية شكلها غريب الاستيكر ميتاليك وبيلمع بنفس الطريقة اللي يلمع فيها اللعبة الامريكية مكتوب بوكيمون ازميرلدا اديسيون او اديسيون ازميرلدا عشان هي نسخة اسبانية في عندك الايطالية اسميرالدو والفرنسية ستكون مكتوبة اميرلدا عادية اديسيون نفس الامريكية بس انه اوروبية حتلاقي برضو النسخة البريطانية نفس هذا الشي لانها روبية برضو نسخة بال هذي نسخة انتي اس سي يوسي وفي نسخة اليابانية بس ما هي موجودة معي الان اوكي نفس الشي من الامام من الخلف طبعا انا فقدت هذي النسخة للاسف الكارتريج حقها راح مني طبعا كنت بركب لها بطارية وبعدين فشلت في هذا الموضوع وخربت المادربورد حقها للاسف طار علي لكن نفس الروم حق اللعبة اخذته واقدر احطه في اي كارتريج جديد اشتري اوكي لكن حافظ على هذا الغلاف على اساس اني انا اشرح عليه الحلقات اللي هي حق الالعاب الاصلية طيب نتكلم عن بوكيمون طبعا ما شفنا من الداخل الالعاب 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 روبي واميرالد وسبفير ما شفناها من الداخل في لاحظوا هتلاقوا من فوق ذي البطارية في علامة انه في بطارية داخل اللعبة هتلاقوها مرسومة هنا فوق يمكن روبي تبين معي نسخة روبي هتبين معي اكثر في علامة بطارية لاحظوا في دائرة بطارية من جوة باينة من فوق الغلاف البطارية هذه تدون ان اللعبة اصلية دائما النسخ اللي ما هي اصلية ما فيها بطارية شباب طيب واضح فهذه هي اللعبة اصلية طبعا لو ميلت شوي وفي تحت اللمبة طبعا من تحت احيانا كده يصورون لك هي هتلاقي تحت مكتوب 2002 نينتندو اوكي 2002 نينتندو عشان اللعبة صدرت في 2002 هنا نفس الشي هتلاقي 2002 نينتندو عشان روبي سفاير روبي في نفس هذا بالنسبة لأمرالد في بعض الكارتريجز فيها 2002 وبعض الكارتريجز فيها 2004 لأنه استخدموا الكارتريجز امرالد وروبي سفاير روبي استخدموهم في صناعة امرالد في أول امرالد فهذه 2002 لدي ولكن اللعبة صدرت في 2004 ما هي مشكلة لو شاهدت 2002 لنستخدم امرالد بالنسبة لفاير ريد وليف غرين لديهم ستيكر متاليك ويلمع لاحظه شوفوا اللمعان ستعرفوه على طول لاحظوا الاسر بي اي شيء ما يلمع بطريقة متاليك او معدنية اعتبروا اللعبة هذي ما هي اصلية طبعا في فرق بين امرالد يجيك اللون حقها شفاف مخترق للداخلة يجيك تشوف كل شيء داخله بس بالنسبة ليف غرين وفاير ريد هذي يجيك برتقالي ما يجيك احمر احمر امرالد هذي يجيك احمر وشفافة هذي يجيك برتقالي ويجيك ايضا ما يباني داخل بطارية ما يباني هنا اي شيء بس لو ركست شوي معي هتلاقي المربع الذهبي جوه موجود هنا والكارتريجز معلش البنز الذهبية من تحت المخطط هذي موجودة الثلاث نقاط ما شفتها انا صراحة ما هيباني هنا كثير لكن اللي يدلك دائما هو المربع الذهبي في كل اجزاء بوكيمون من جنرائشن 1 الان جنرائشن 4 و جنرائشن 5 و جنرائشن 6 حتى اوكي يمكن لو فتحت نسخة سويتش سورد وشيلد يمكن داخل المربع هذا دائما يكون موجود هذي ليف جرين ايضا المربع من وراء موجود والبنز من تحت ظاهرة اللي هي البنز الذهبية هذي من نلاحظ الغلاف تلاحظ اذا كان مصور هو صور جيد ستلاقي الفاكتوري امبرنت موجود الفاكتوري امبرنت هنا خلف الكلمة USA وعلامة ننتندو طبعا هذا عاكس معدني وعلامة ننتندو الذهبية موجودة ما هي علامة دارك براون ولا شيء بعض النسخ التقليد تلاقوها عاكسة وكي تلاقو كلمة Game Boy Advanced مكتوبة بطريقة غريبة لازم يكون بهذا التكست انا ما عندي لعب تقليد هنا لأسف لكي أوريكم لكن التكست Game Boy يجب تحفروا في ذاكرتكم مضبوط يكون مكتوب بهذا الشكل قارنوا دائما بالفيديو هذا عشان تعرفوا الألعاب الأصلية والغير أصلية طبعا هنا تلاحظوا الفاكتوري امبرنت عندي هنا واضح عندنا E4 هنا وفي فوق عندنا I think N-A N-A تقريبا E bold وكبيرة N-I حق نينتندو موجودة تحت ما فيها أي شيء غريب حوريكم أشكال غريبة بعدين تشوفون كيف النسخ التقليد كيف يضحكون فيها على الزبون وكذا طبعا إذا عندك النسخ هذه الأصلية تقدر تشبك أي لعبة Generation 4 بلعبة Generation 3 تنقل البوكيمونات من Generation 4 إلى Generation 3 ولكن شرط مثلا لو أنت لعبت إزميرالدا الإسبانية لا يمكنك تنقل لنسخة مثلا Gen 4 Pyrrl وDiamond وPlatinum إلا يجب أن تكون نسخة إسبانية يعني من إسباني إلى إسباني من إنجليزي إلى إنجليزي من فرنسي إلى فرنسي لا تستطيع فإذا مسكت مثلا طبعا اشترت هذه النسخة عشان فيه كان Glitch يوديك لميو للجزيرة يجيب لك الأداة حق Old Seamap يوديك لميو تصيدة يعني شاين كذا وعندك كمان الجزيرة اللي توديك اللي هي Aurora Ticket اللي توديك لديوكسس بس الغلتش هذا بعد ما طلع الصورس حق اللعبة في النسخة الإنجليزية عرفوا الغلتش هذي وطبقوها بطريقة مختلفة توديك لهذا الجزر فما يحتاج أبدا تشتري النسخة اللي هي الإسبانية أو الألمانية أو أي شي ثاني لأنه القلتش حق النسخة الألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية ما يشتغل عن النسخة الإنجليزية فلهذا السبب كانت هذه النسخ قيمتها أعلى وأكثر ندرة وقيمة من النسخة الإنجليزية لكن الناس يحبوا يكونوا ويجمعوا الإنجليزية عشان إيش تكون الكالكتور حقهم كاملة إنجليزية طيب إذا مسكت شي في النسخة الإسبانية والألمانية أو أي شي لازم تنقله لأي لعبة جنرائشن ثري ثانية مختلفة إنجليزية بعدين من نسخة إنجليزية من جنرائشن ثري تقدر تشبكها في جهاز دي اس ما ينفع دي اس آي ما ينفع أي شي ثاني لازم يكون دي اس أو دي اس لايت عشان تنقل من جنرائشن ثري إلى جنرائشن فور تشبكهم هما الاثنين مع بعض تفتح البالبارك في جنرائشن فور سواء كان في هارت جولد والسول سيلفر أو بلاتينوم و بيرل و دايموند بس في شروط لكي تفتح البالبارك بعد ما تفتح ستجد على طول البوكيمونات موجودة بالنسبة لبوكيمون دايموند وبوكيمون بيرل لازم تشوف كل بوكيمونات اللعبة طبعا حتى هذا في بلاتينوم موجود لازم تشوف ها على الأقل متمسك كل البوكيمونات المتوفرة في اللعبة الـ 400 و 80 لازم كل تشوفهم تسجلهم عندك في البوكيمونات انك انت شفتهم عشان يفتح لك البالبارك وتقدر تنقل في دايموند وبيرل ستة بوكيمونات في اليوم في 24 ساعة طبعا إذا انت ماسك كثير شاينيز أو ماسك بوكيمونات عادية في الجزاء القديمة ما تقدر تنقل إلى ستة في اليوم وهذا شي متعب في بلاتينوم وهارت غولد سولو سيلفر أول ما توصل تخلص اللعبة وتوصل على طول لكانتو تقدر تروح أعتقد فوشيا سيتي المكان اللي في اللي هي الوسامة الرابعة تقريبا في كانتو بعد ما تخلص كل الثمانية أوسمة اللي موجودة في جوتو ستلاقي بالبارك جاهز تقدر تدخله على طول وتنقل على طول أي قدر من البوكيمونات بس تنقل ستة ستة بلاتنم تقدر تنقل الاعتباغ لكن دائما دو بيرل ما يمديك تنقل الى ستة في اليوم حسنا هذا كل شيء عن الحلقة وشكرا جزينا لكم والاستماع معكم كان محمد تيمات وشايني هونتر حق الدسكورد حق قروب بوكيمون التنافسي ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية هتكلم فيها ان شاء الله عن جين فور و جين فايف في وقت لاحق مع السلامة